احتفاء رئاسي بالاتفاق المدل أطلّى رئيس الجمهورية في اجتماع لكبار مستشاريه للتبشير بالتوصل إلى اتفاق الرياض بعد نحو شهرين كان السائد فيهما هو التبرؤ من حوار جدة الذي أنتج هذا الاتفاق من خلال هذا الاجتماع عرف اليمنيون للمرة الأولى تفاصيل حوار جدة ومنها أن لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب الرئيس وعضوية رئيس الوزراء ونائبه ومدير مكتب الرئيس كانت تحاور الانقلابيين الجدد في جدة فيما كانت التصريحات المنسوبة إلى قيادات في الشرعية تنفي وجود حوار كهذا لطالما غاب الرئيس في اللحظات الحرجة وأبقى المجال مفتوحا للتكاهنات كحال الموقف من حوار جدة الذي أضافته السعودية إلى جملة المسارات التفاوضية التي توزع تركة الدولة اليمنية بين الانقلابيين قبل أن تثبل ورى نتائج هذا الحوار إلى اتفاق لم تكن سلطة الرئيس المحصورة ضمن خيارات محدودة في الرياض لتقوى على التنصل من إملاءاته قال الرئيس لكبار مستشاريه إنه باق على ذات الأهداف الواضحة والمسار المحدد المبني على التوافق الوطني والمرجعية الثلاثة كلام سمع اليمنيون مثله من قبل بشأن اتفاق السلم والشراكة لكنه لم يمنع سقوط صنعاء بأيد الانقلابيين إنبر الرئيس لتسويق ما ظل يصفه بمشروع اتفاق الرياض ولتحسين صورة الدولة التي أملت هذا الاتفاق إلى حد أنه اعتبر الاتفاق الذي وصفه أحد أبرز زراء الحكومة بالمدل بأنه إضافة مهمة للمساعي السعودية نحو رأب الصدع وإنهاء تمرد ولملمة الجهود لهزيمة المشروع الإيراني في المنطقة كالعادة رحب مستشار والرئيس بأي جهود لحقن دماء اليمنيين وثمن للرئيس جهوده في إنجاح الاتفاق وللفريق الحكومي لمفاوض حرصه على تقديم مصلحة اليمن أولاً والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية والالتزام بمرجعياته قبل أن يعبروا عن تطلعهم إلى مرحلة جديدة أساسها الصدق في العمل وتنفيذ ما يتفق عليه باعتبار أن التنفيذ الصادق هو ما يتطلع له شعبنا وقواه الحية بعد ساعة فقط على اجتماع الرئيس بكبار مستشاره في الرياض كان أحد العناصر الإرهابية يحاول تفجير الفندق الذي ينزل فيه وزيرات داخلية والنقل بمدينة عتق حيث تتبلور حركة وطنية نشطة لمناهضة اتفاق الرياض لولا أن رجال الأمن أجهضوا العملية الإرهابية إشارات تنسف الثقة الكبيرة التي عبر عنها الرئيس ومدير مكتبه بجهود السعودية في التنفيذ الجاد للاتفاق بمراحله المزمنة فيما لا تبدو الصورة واضحة بشأن الدور الذي تؤديه الإمارات وأدواتها ومدى التكامل القائم بين الرياض وأبوظبي فيما يخص تنفيذ اتفاق وصف على نطاق واسع بأنه مرحلي وتكتيكي ويرتبط بأولويات التحالف ومشارعه الجيوسياسية في اليمن